ألا توجه إلى ملعب المباراة هو إستاذ القاهرة تحدثنا كثيرا الأهل يعود مرة تانية إلى بيته الأهل يعود مرة تانية إلى مكان ذكرياته الأهل يعود مرة تانية إلى مكان المجد والملعب الذي بنى فيه النادي الأهلي العديد والعديد من البطولات والإنجازات وذكرات كتير جدا مع جمهور النادي الأهلي عبر التاريخ النادي الأهلي في إستاذ القاهرة فاز ببطولة الدور العام كثيرا نادي الأهل في استاد القاهرة فاز بدور أبطال أفريقيا فاز بكأس الكونفدرالية أيضا بأبطال الكؤوس قبل ما تتجه إلى الكونفدرالية نفس الشيء حدث مع الأفرو أسيوية نادي الأهل حقق كل بطولاته وإنجازاته على هذا الملعب اللي كان بداية فكرته أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في نهاية الخمسينات وأنشأ في أوائل الستينات وكمل في النادي الأهل ناسك صلاة الجمعة اللي أدها اليوم لعيبة وجهاز الفن للنادي الأهل قبل أن يتوجه إلى ملعب المباراة خلينا نقول أن النادي الأهل وكابتن حسام البدري مركز في لقاء اليوم تركيز شديد جدا خاصة أن النادي الأهل دائما وابدا بيلعب ويركز على مسابقة الدور العام النادي الأهل حصل على بطولة الدورة 39 مرة ويبحث عن الرقم 40 والنجبة الرابعة إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهل حكم الساحة النهاردة هيكون الحكم محمد فاروق للقاء اليوم في الأهل والداخلية المساعدين هيكون يوسف البساطي وعبد الفتاح عريشة حكم الرابع سامح فاروق والحكم الخامس هيكون أتنين طارق سامي ومحمد حسن دولي بيكونوا وقفين جنب مرمى الفريقين ده أبرز عنوين التحكيم في لقاءات اليوم النادي الأهلي كابتن حسام البدري في تمرنته الأمس ركز على العديد من الأمور إزاي هيدرب التكتلات الدفاعية زي ما ذكرنا الحركة في استاد الأهلي بالأمس والتكتل الدفاع لفريق الداخلية وطريقة لعبه على المرتدات ده كان أهم ملامح تشكيلة الكابتن حسام البدري وطريقته دي صبر رحيل واحد من اللعيبة طبعا داخل